ما معنى مبرور؟ قالوا في تفسير المبرور كلاما كثيرا قالوا هو الحج الذي لا يخالطه إثن وقالوا هو الحج الذي يعود فيه الحاج من هناك أي من هذه البقاع الطاهرة مقبلا على الآخرة زاهدا في الدنيا وقالوا كذلك في تفسير المبرور أي الذي أداه الحج وكان يلين فيه الكلام ويطعم الطعام كل ذلك من مظاهر الحج المبرور الذي أداه حجاج بيت الله تبارك وتعالى على الوجه الأتم الأكمل نعم وكانوا سعداء فرحين مستبشرين خيرا بأداء هذه الفريضة الفريضة العظيمة المميزة لأنها كانت أملا غاليا أملا غاليا عند كل هؤلاء الذين ذهبوا لأدائها تمثلوا حلما عظيما ظلوا لسنوات طويلة وهم يحلمون بأداء فريضة الحج حتى أصبحوا وجها لوجه مع بيت الله الحرام ومع المدينة المنورة بمسجدها النبوي الكريم وبقبر سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في مدينة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصبح الحلم حقيقة يمشون ويتجولون في مكة ويقول أحدهم للآخر هنا وفي هذا المكان المبارك كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه صحابته الأكرمون عليهم رضوان الله كانوا يمشون ويطوفون حول الكعبة المشرفة ولعلنا الآن نضع أقدامنا في ذات المكان الذي كان يضع فيه الحبيب المصطفى قدميه صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت ويسعى بين الصفى والمروة يحدث بعضهم بعضا وهم في غاية الفرح والسرور أنهم الآن يمشون في ذات المكان ويتجولون في مكة المكرمة كما تجول فيها وكما مشى فيها خير من مشى على الأرض بقدميه وبقدمين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الأكارم قلت لحضراتكم إنها الفريضة العظيمة المميزة التي تمثل نقطة نقطة تحول كبرى في حياة أي مسلم أي مسلم بعد أن يذهب للقاء رب العالمين في بيته الكريم بعد أن يذهب إلى عرفات بعد أن يذهب من عرفات إلى مزدلفة ويبيت هناك يبيت هناك ليلة وتشرق الشمس عليه وهو يرمي جمرة العقبة الأولى ثم يتحلل التحلل الأصغر ويذهب إلى منا أو لعله يفضل أن يخرج بعد رمي جمرة العقبة الأولى وبعد أن يتحلل التحلل الأصغر لعله يفضل أن يطوف طواف الإفابة وهو ركن من أركان الحج ثم يعود إلى منا ليبيت فيها ثلاث ليال ويتشرف بالبقاء في هذه البقاع الطاهرة من منا مع إخوانه المؤمنين الموحدين ليرمي الجمرات ليرمي الجمرات ثلاث مرات وقد يكتفي بيومين متعجلا المهم هنيئا له وهو يتجول في هذه البقاع الطاهرة يقلد فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمام لأن الرسول قال عليه صلوات الله وسلامه خذوا عني مناسككم أي أدوا هذه المناسك وتلك الشعائر تماما كما علمتكم وكما أديتها كما قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي هو الذي يعلمنا كذلك كيف نؤدي فريضة الحج فيقول خذوا عني مناسككم وأدوا فريضتكم تماما كما أديتها اللهم صل وسلم وبارك عليه